الآن الخلافات والانشقاقات بدأت تظهر داخل التنظيم داخل قياداته فلذلك الآن نتحدث من سيخلف البغدادي لحد الآن لم تظهر أسمه ربما وفق الأحصائيات ذكرت بأنه ربما أبو محمد العدناني باعتبار المتحدث الشخص المعروف ربما هو سيخلف البغدادي وهذا لأن لا توجد قيادات أخرى بقي أبو محمد العدناني هو الشخص الوحيد ترجمة نانسي قنقر